السلام عليكم كيف دايري لبس عليكم نتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير وتكونوا في احسن حال ان شاء الله بنسبة اليوم بدي معكم الروتين ديال لاشيا روتين اللي دائما فيه الحدقة والنشاط وتنظيم الوقت طبعا هنا راني بديا مبعد الغداء يعني بديا شغالي بكري غدي نصوب واحد المسيم منت اللي كي يجيو غزالين في الفران وغادي نصوب معكم واحد الفطائر على شكل بتيبان حتى هما زويني بالساف وكيف مقتكم غادي نصوبهم بكمية وفيرة وغادي نحتفظ بهم لأسبوع كامل هكا كنكون مهنية بنسبة الفطور للقوتي او حتى للقوتي ديال المدرسة على شلة اول حاجة غادي نبدا بها هي العجينة ديال المسمن بنسبة لغنقادة ديال العجينة عندي هنا خمسمائة جرام ديال الدقيق الفينو وسبعمائة جرام ديال الفورس او الدقيق الابيض مع القادية السكر سنيدة والميل حسب الضوء والماء البالد للعجن يعني الماء غير من روبيني ونص خمارة وممكن تلو خمارة كاملة هنا غادي نعجنهم زيان في العجينة ممكن تعجنهم غير بين يديكم في القسعة وغادي نتحصل على واحد العجين اللي هو قاس حشي شوية ما كنديرش العجينة ديال مسمن أنا خفيفة نديرها في واحد البلاستيك نحتفظ بها على الجنب دابا غادي نحضر واحد الفطائر اللي حلوة كتشي غزالة واقتصادية عندي كاس ديال الحليب دافي وكاس ديال الماء دافي غادي ندير جوج معلق ديال سكر سانيدة معلقة حتى المعلقة وشوية لحسب الجو بارد ديال الخميرة حوبيبات ممكن تطيرو خميرة معجونة وحتى ثلاثة ديال معلق ديال الفورس نخلطهم نخليهم حتى يخمرو تقريبا عشرة ديال الدقائق حتى ال 15 دقيقة هكا كنا نسهلو العملية ديال التخمير كتكون بسرعة وفي نفس الوقت كيجي من الفطائر نفش وشين وزوينين فاش نديرو هاد تخمير ديال المرحلة الاولى ومنها حتى الخميرة كالدوب غادي نخلي مكمل قطلكم ونرجع نكمل معاكم من بعد شوفوا كيفاش ضعف الحجم ديالها وتخمرات هاداك الخاليط اللي درنا غادي نخلطهم مزيان غايت تضرب ليداوي هنا ما كنحتاجه لدليك لوانو غادي نديرو حد رشيشة ديال الملح وغادي نولي نديرو حد شوية ديال الفاني ممكن تديرو سكار فاني عندي هنا اي انا غير روحة الفاني قدرت غير شوية وزدج مع القليل سكار سنيدة غا نخلط وندير خمارة من فئة 8 جرام وغا نديرو واحد البيضاء وكاس ديال الزيت بنسبال هاد الفطائر ممكن ديروش فيهم زبدة قدرت كاس ديال الزيت بنسبال الكاس باش عبرت الحليب فهو القياس ديال كاس العنبة وبنسبال الزيت درتو غيب كاس الشاي القياس ديال كاس الشاي وغا نبدأ نضيف الفورس او الدقيق الابيض اللي عندي مغربل تدريجيا حتى نتحصل على واحد العجين خفيف طبعا هنا الكيمية ديال الفورس على حسب النوعية اللي كتستعمله كما شفتو العجين ديالنا خفيفة ومازالك التلسق مدلكتها مولو غير خلط وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها تهية خمر وندوز نحضر الكريم باتيسري اللي هي غا نعمرو بها البتيبان ديالنا او الفطائر عندي جوج كيسان ديال الحليب كما شتو القياس بكاس الشاي غير قياس صغير وجوج معالق ديال سكر سانيدا وثلاثة ديال المعالق ديال الكريم باتيسري ممكن تستعملون النشا ضروري نحضرو هاد الكريما ونخليوها تبرد باش مني نتخمر العجينة ديالنا اتكون الكريما باردة ونبدوز نخلط مزيان ونديروهم على نار متوسطة ومنتوقفش على التحريك ابدا باش ما تلتسقش معانا الكريما ديالنا حتى نتحصلوا على واحد الكريما عاقدة عاد نضيفو لها الشكلات كما كتشوفو هنا هي الكريما ما خليتهاش مرخوفة فهي كريما عاقدة غا نزيدها تسعدي القطع ديال الشوكولات الاسود او بديل الشوكولات اللي كنصوبو به الحلوة غادي نوريلكم هاد الشوكولات اللي كنستعمل مربعات ونخلط مزيان وهي الكريما ديالي مازالة سخونة حتى يدوب ذاك الشوكولات ونديرها في حد سلافة نغطيها بالبلاستيك الغذائي باش ما ديرناش ذاك القشرة اللي كدير الكريما وندخلوها لتلاجة نخليوها تبرد على خطرها ضروري نديرو لها هاد البلاستيك هاد كما قلت لكم باش ما ديرش ذاك القشرة الفوقانية نغطيها مزيان وندخلها لتلاجة من بعد تقريبا ساعة خملات العجينة هنا كما كتشوفو تباك الله والضاعف الحجم ديالها بنسبل هات الشيهوات مزيان الانسان يصوبهم يخصص واحد لشيه يصوب واحد جوش كيلات ولا ثلاثة ديال هكا بتيبان ملاوي او مسمن وقد تهني الاسبوع كامل وهذا كيرجع لتنظيم الوقت الشيه اللي ما غندير فيها والو ما غنخرج موالو ندير الشيهوات ونحطهم كينفعول الفطار وكينفعول القوتي لجأتنا شي ضايف وهنا غادي نبدأ ندهني دياب الزيت ضروري ونخرج القياس بحالي كنصوبو المسمن كويرات يكونوا بحجم واحد إلا بغيتوا توزنهم وسنهم بنسبالي أنا كنستعمل غير عيني ميزاني وغدي نكمل العجين اللي عندي كاملة هكا غنا ننكورها قياس صغير نغطيها غير وحد لخمسة دقايق ونرجع نكمل دائما أنا كنخدم غدي ندهن الرخامة ويديها بالزيت نطلق العجينة او الكويرا ديال العجينة نسيان ماشي حتى تتبنى الرخامة نطلقوها كما كنتشوفو غير شوية ندير وحد القياس مع القضية الكريمة اللي حضرنا نجمع الجوانب ونجمع كذلك الأطراف نعطيها عليها تشكل هكا كما كنتشوفو البتيبان نطلقها غير بيدية ما كتحتاج لها تلك لوالو هانتما نطلقها واحد شوية وندهن يديها بالزيت نهز قياس مع القاضية الكريمة اللي حضرت معكم وضروري تخليوها تبرد بش ما تتقبش العجينة ونجمع لأطراف بحلي كنديرو اللي مسمن اللي كي جينا مستطيل مسمن معمر الصورة تبارك الله را واضحة من بعد ما نسالي الكيمية كاملة غنخليها تخمر وحد شوية وندوز نكور العجينة دياللي اللي مسمن اللي عجينت في الأول وخليتها تحت على خطرها وهنا ضروري نخليو دك الفطائر دياني يخمرو تقريبا غير وحد العشرة دقيق كيكونو خمرو لأنه ما خامل للخميرة الأولى غادي نبدأ نكور العجينة دياللي ونخرج منها كويرات على القياس المسمى اللي تبغيو انتوما بالنسبة لي انا غنديروهم صغير ورينشي شوية وانتوما غادي تديرو القياس اللي تبغيو وضروري دائما دهنو يدينا بالسيت والبلاطو كدليك اللي كنسلو فيه العجينة اللي مطلوقة ومرخوفة لأنني ادلكتها وفي نفس لوق تخليتها رتاحت كلما خلينا العجينة ديانا ترتاح كتسهال علينا الخدمة فيها ودابا غادي ندوز باش نصوبو المسمى بنسبة الهنايا عندي زليفة ديال زيت العادية زلافة ديال زبدة مدوبة نخليوها حتي تحيد من هادا كل الحليب اللي كيكون فيها نردوها على نار مهيلة ونخليوها حتى تولي اللون ديالها بحال يدهبي شي شوية عاد نطفو عليها النار وعندي كدليك الفورس او الدقيق الابيض ما غاديش نطلق بسميدة هنا او بالفينو غادي نطلق المسمى مزيان حتى تبدأ تبان الرخامة برق باش يجيونا المسمى ديالنا رقيق وزوين ومورق ضروري نطلقو العجينة مزيان كيف ما كتشوفو العجينة طاعة لانها تعجنت بكري وبقت واحد المود در تحت فيها غادي نرش بشوية ديال الزبدة لانني طلقتها غي بس يتمشي بالزبدة وندير واحد رشيشة كدليك ديال الفورس او الدقيق الابيض ونجمحها على شكل مربع كما كندلو المسمى العادي ودائما وانا كنرش بالزبدة والدقيق نخليها ترتاح ونطلق معاكم واحدة اخر واللي عندو الوقت بحال هكا تعجل العجينة ديال المسمى في الصباح وتخليها حتى اللاشية وعد تصوبها أنا مني كمكون مسالية في الصباح ارا نصوبها ونخليها حتى اللاشية عاد كنطلقهم ونديرهم في الفرع كل ما ارتحت العجينة كننخدمو بيها مزيان وكا تعطينا الطوع وكيجي حتى المسمن ديالنا مورق دائما وانا كندهن الرخامة نطلق المسمنة ونرش بالزبدة اللي دوبت ما نطلقوش المسمن ديالنا بالزبدة ابدا ونرش بالرشيشة ديال الدقيق بزبدة غير كننورقو بيها حتى نسري عوتاني الكيمية اللي عندي كاملة كيف ما شفتون عندي هنا تقريبا شوج معالق ديال القشور ديال الحامض بنسبة هاد القشور اللي عندي انا واحتفظة بيهم في المجمد لانني كنت صوبت عصير ديال سيطرون را الفيديو موجود في القناة وخليت هادك القشور احتفظت بيهم بحال هكا كنحتاجهم الشهيوات ويلا ما كانش عندكم هاد القشور هادو اللي كيكونو مخرجين هم العاصر غادي نصوبو غير للقشرة ديال الليمون او ديال البرتوقال اللي بغيتو وندير عليها واحد القياس ثلاثة حتى الاربع ديال معالق ديال الكوك نجيب المسمنات ديال اللي اللي تلقتهم على شكل مربع نولي نعطيهم مشكل مربع بنسبة هاد المليويات كيجيو فنين بالمضاق ديال الحامض والكوك وغنجيبو حد قياس مع القاة ديال الكوكي ما كنشوفو نحطها شوية فلواسات نحاول نوزحها ونولي نردهم على شكل مربع كيفما طلقتهم المرة الاولى كيجيو مورقين وزوينين وبنانين وحتفظ طياب ما كنلقوش مشكل لان انا كنديرهم فلاطة وندخلوهم الفران فاكا كنكونو مهنين كيفما شفتو كيجيو صغيرين ومزيونين هنا دائما كنبدو بالمسمنات اللول اللي اللي تلقنا باش كيكونو طايعين فلخدمة غادي نعطيها شكل مربع بحل يدرك المرة الاولى ندير شوية ديال الكوك مع ذاك التنسيمة اللي نسمناهم بكشورة الحامض ونجمحهم على شكل مربع نديرهم فلاطة بالنسبة للبتيبان اراني دخلتو يطيب باش مننشعل الفران هكا كنشعلو في مرة واحدة ادهنتهم بالبيض ودخلتهم الفران بالنسبة للبتيبان وهادو ما كنحتاج لاندهنهم لوالو غادي نكمل الكمية وندخلهم دائما النار اللي كتكون الفران سخون بزاف والنار مهيلة باش كيطابو على خاطرهم البتيبان ديالنا هو واحدة وجد وضروري ندهنهم بالبيض المقطع ما صورتوش بصراحة الله سمحولي غادي ندهنهم بشوية ديال العسل من الوجه ونرش عليهم شوية ديال الكاوكاو او اللوز طبعا تزين كيبقى اختياري ممكن تستعملوا كذلك الكوك ندهنهم بالكوك وهما ما زال ينسخنين باش كينسق عليهم داك العسل هنا غا نزين شوية بالكوك وشوية بكاوكاو اللي حمرتو وهرمشتو واحد شوية نفتح معاكم واحد الوحيدة باش شوفوهم ملداخل كيفاش كيجيوا كيجي داك الكريمة ديالنا عاقدة فيهم وغزالة بحال يصوبناهم غير باش شكلات وخاوين وقوم في الشوشين في نفس الوقت مورقين ولمسمن ديالنا كذلك ومثال هنا كنت كنت نوجد واحد الفطائر اللي هي مالحة صورتهم ولكن منزلتو مش في الفيديو لانه جاد طويل بساف وهنا يلمس من ديالنا هو طعب كيجي مقرن مش ومورق من الداخل وغزال سوف ندهنهم بسيلة ونرش عليهم شوية ديال الكوك او جوز الهند كتزين وانتم غادي تزينوهم بطريقة ديالكم طبعا كل سيدة تباك الله في البيت ديالها كتعرف كيفاش ديال أطباق ديالها هنا غنخلي شوية الفطور وهنا يجمعت الخريض اللي ما غاديش نستعمل مزينتو مش حتى نبغيهم عاد نسخنهم ونستعملهم والفطائر ديالي روم كي طيبو وستيبان ديالي كدالي جمعتو في واحد السوبيلة اللي كبيره وخليتهم هنا كنوجد الكوطي وهو مازال الحال غادي نغطيه ومشي نطلع عود فراتي شي شوية نضربها بواحد تدويجها كما كان قولو موجده واحد الماسك هنا ديال الحموص والشوفان وبيض البرو لأنه هنا يا الحمد لله مازال الحال نطمت وقتي وقاتت أموري غسلتك المعنات اللي عندي مبغيتش نتشارك معكم كل شي باش ميجيش الفيديو طويل كيف مما كتشوفوا الأواني اللي الساعة مثلا يغسلتهم ورطيت كل حاجة البلاستها الفطائر كيجي وبناني مزة في الفيديو الجي ان شاء الله متقسم معكم بطريقة غادي نغطيه الكوطي ديالي ونمشي نطلع فراتي باش مني نخرج من الدوش نصوب الماسك ونغسله يكونو جاو وليداتي من المدرسة نحط الكوطي وانا مرتاحة علش كنتقسم معكم حويجات بحال هكا غير باش نحمسكم ومنقاش نضيعو الوقت ديالنا غير في التفاهات نطلع فراتنا ونوجدو الشيوات لوليداتنا ونكونو احنا مرتاحين في حياتنا وهذا كيعود دائما لتنظيم الوقت هنا يا غادي نخلط الماسك ديالي ومشي نطلع فراتي نغطي القوطي ديالي اللي وجدته وهدي هي طبيلتي نتمنتنا لإعجاب ديالكم طبيلة اللي بسيطة وفيها شيوات اللي زوينين كيجبو الكبار والصغار هات الفطائر ما شهيتكم فيهم وحتى البتيبان طبيلة اللي فيها المالح والحلو السوينية ديال الشاي ضروري منها وشوية ديال المملاحات اللي انا كيجبو اللي داتي بالنسبة للمسمن غنفتحو معاكم تشوفو كيجي مورق وغزال ما شهيتكم فيه هدي طبيلتي فيها كيما كنقولو عشا وقوت ديف مرة بتيبانراني فتحتو معاكم كيجي غزال وبهاكدا كنكون وصلت للنهاية ديال الفيديو وكنتمنى هالفيديو يعجبكم طبعا إلا عجبكم فضلا وليس أمرا ما تنسوش تدعموني باللايك ولي كتشوف القناة ديالي بالصدفة كنقول لها حبيبتي اشتركي وفعلي الجرس باش توصلي بكل جديد وتبرتجي مع الأحباب والأصدقاء باش تعمل فائدة شوفو هاد المسمن تبك الله شح المورق وغزال كيجي هشيش ومقرمش مع لابرة كيما سمعتوا القرمشة ديالو وودا كنسمة ديال الحامض مع الكوك كتجي غزالة كنتمنى تنتم ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم ومن بعد استغسلت المعنى ديالي وجمعت الكوزينة وبهاكدا كنكون مرتاحة ومهلية فراسي وبهاكدا كنقول لكم تنتم اتعلو فراسكم والله يسبحكم على خير شكرا